أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل إلى مراسلين مراسل أكسرا نيوز نرحب الآن في البداية بالزميل محمد أبو عيطة وأيضا الزميل كريم رجب أرحب بكم في هذه الجولة معنا وأبدأ مع محمد أبو عيطة دائما مع اقتراب الأعيات تتأهب الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستيعاب حركة ومقل المواطنين المسافرين إلى بلادهم وتقديم أفضل خدمة في إطار استعدادات الهيئة لعيد الأطحى المبارك زميلنا محمد أبو عيطة يطلعنا على المزيد من الاستعدادات عفوا الزميل كريم رجب هو الذي معنا من هيئة السكك الحديدية أهلا بك كريم لو تطلعنا على المزيد من التفاصيل صباح الخير إيمان كل عام وأنت بخير أنا كنت منذ قليل في جولة محافظ القاهرة وتفقد فيها عدد من النقاط وهذه النقطة هي النقطة الأخيرة التي أقف أمامها الآن وهي دار أيتام السندس بمدينة ناصر وحرص محافظ القاهرة على تقديم التهناء بعيد الأطحى المبارك للأطفال داخل هذه الدار وأيضا حرص على تقديم الدعم المعنوي وأطمئنا على سير العمل داخل هذه الدار وأكد لمسؤولي الدار أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة أنواع الدعم المختلفة وذلك تمشيان مع خطة الدولة لدعم هذه الفئة أيضا النقطة الأولى في جولة محافظ القاهرة وكانت في مجزر المجزر الآلي بالبستين وهذا المجزر الذي يعد واحد من بين خمسة مجازر في محافظة القاهرة وخلال الأسبوعين الماضيعين استقبالت المجازر في محافظة القاهرة نحو 100 ألف رأس من المشياء والأغنام ولكن مجزر البستين الآلي استقبل وحده نحو 65 ألف رأس من المشياء والأغنام وكان الهدف من هذه الزيارة هو الاطمئنان على عملية الذبح والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها الدولة بالتزام مع جائحة كورونا وبالتالي كان هناك تجديد من جانب محافظ القاهرة ومسؤولي مدرية الطب البيطري بالنسبة للجزارين والقائمين على المغزر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات وتعقيم العنابر الخاصة بعمليات الذبح بالإضافة أيضا إلى تنظيم عملية دخول المواطنين حتى ليكون هناك نوع من الزحام وأيضا حفاظا على سلامة المواطنين وبالتالي كان هذه من الأمور التي أكد عليها المسؤولين في هذه الجولة أيضا نقطة أخيرة وهي كان هناك تكليف لهيئة النظافة والتجميل في محافظة القاهرة بضرورة الاستعداد ورفع كافة المخلفات المتعلقة بعملية الذبح حتى لا تؤثر على البيئة ويكون هناك نوع من التلوث خلال أيام عيد الأطحى المبارك بالإضافة أيضا إلى تشكيل غرفة عملية داخل محافظة القاهرة لمتابعة الأجواء داخل محافظة القاهرة في الحضائق والمتنزهات لحظة بلحظة وبالتالي يستطيع المصريون أن يستمتعوا بهذا العيد والالتزام بالإجراءات التي تفرضها الدولة وأيضا سيكون هناك مراقبة لكافة الأماكن التي كان من المعتاد أن يقصدها المواطنون في هذا التوقيت وحتى يتم التمنى على سلامتهم إليك إيمان طيب كريم طبعا في البداية بعتذر لأنه أنت في جولة محافظة القاهرة والمرور على دار الأيتام كما ذكرته ويمكن أخطأت فقط في المكان حيث أنت بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذا العرض وهذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر